في محاولة للتخلص من التباعية الطاقوية لروسيا تسعى إيطاليا لإحراز حزمة كبيرة من صفقات الغاز الطبيعية مع القارة الإفريقية بعد إبرامها لاتفاقية شراء الغاز من الجزائر ومصر لتستمر رحلة بحث روما على مصادر جديدة في الجهة الجنوبية من إفريقيا إيطاليا على سائر بعض الدول الأوروبية هي على قدم وساق من أجل أنويع مصادر الطاقة وإيجاد حل لتعويض الغاز الروسي رأينا في الأسبوع الماضية كيف كانت الوفود الإيطالية تتوافد على الجزائر توفير إمدادات سنوية إضافية بواقع 5 مليارات متر مكعب و1.5 مليار متر مكعب من جمهورية الكونغو وأونغولا خطوة قد تمكن إيطاليا من استبدال أكثر من نصف كمية الطاقة التي تحصل عليها من روسيا في وقت مبكر من العام المقبل فيه الآن وفود إيطاليا كذلك تقوم بمحادثات في الكونغو وحتى ربما إلى جنوب إفريقيا من أجل تنويع مصادر الطاقة في رحلة البحث عن صفقة ضخمة يقوم بها عملاق الطاقة الإيطالي إيني وجد في القارة الصمراء خيارا جدابا لزيادة ضخي إمدادات إضافية نحو بلاده نظرا لتواجده في أكثر من 12 دولة إفريقية ترجمة نانسي قنقر